اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو بدكو اياها يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناها وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك يبتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكو بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي رزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلك وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة للك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بدك يا انت حر خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشيء برجهم وطالعهم ايه بنطبق عليهم وبنطبق على هدول فخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش آآ نازل وطالع هده ما انا فيه انه برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل ماوليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برج terre وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك معرفة فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني أنا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج القوس طبعا أول شي بدنا نحكي عن البيت الأول اللي هو برجك نفسه ويعد اسمه البيت الأول بالنسبة للطوالع وهو إلو علاقة بالشخصية والمظهر الخارجي طريقة التعبير عن أنفسنا اتجاه الغير وبرضو رغبة الجنس الآخر لإلنا طبعا هي أفضل فترات لإلو رح تكون من بداية العام لغاية ثمانية واحد ومن سبعة عشرة لغاية خمسة احداش ومن اثنين وعشرين احداش ولغاية واحد وعشرين اتناش الفترة اللي فيها حضوض لإلك وبتكون نفسيتك ممتازة جدا وعندك طاقة عالية جدا هي فترة وجود الشمس عندك بالبداية أول مرحلة اللي هي فترة عيد ميلادك اللي هي الفترة اللي بتبدأ فيها عامك الجديد واللي بتستغل فيها أشياء كثيرة بتكون لصالحك اللي هي من اثنين وعشرين احداش لغاية واحد وعشرين اتناش أما الفترة اللي بيكون فيها حضو الزهرة بتدعمك بتخفف عليك ضغوطات نفسية هي من بداية العام وحتى ثمانية واحد ومن سبعة عشرة لغاية خمسة احداش طبعا بدك تحذر في فترة وجود المريخ عندك اللي هي من ثلاثة عشر اتناش ولغاية نهاية العام عشرين واحد وعشرين وأيضا اللي هي عندك انت السنة رح يصير في عندك خصوف للقمر وكسوف للشمس كلي خصوف القمر رح يكون يوم ستة وعشرين خمسة وكسوف الشمس الكلي رح يكون يوم أربعة اتناش أما بالنسبة للبيت الثاني واللي هو البرج الجدي طبعا بيتك الثاني هذا اللي هو بيت المال العلاقة بالممتلكات والأموال والمكاسب المادية والروحانية والمؤسسات المالية والبنوك والمعادن الثمينة وما يتوجب علينا استثماره والإنتاج وردود أفعالنا تجاه الظروف المالية زي ديون وقروض وسداد واشياء من هذا القبيل طبعا هي أفضل الفترات المالية اللي رح يتركز اهتمامك عليها اللي هي من بداية العام لغاية واحد اثنين يعني يوم واحد من شهر اثنين وبرضو من يوم خمسة احداش وحتى نهاية العام الفرص اللي رح يكون فيها قوة هي وجود الشمس في هذا البيت اللي هي من بداية العام لغاية تسعة عشر واحد ومن واحد وعشرين اثناش وحتى نهاية العام اما بالنسبة للزهرة اللي رح تفتح لك مجالات كثيرة برضو وتجيب لك فرص مالية هي من ثمانية واحد لغاية واحد اثنين وايضا الزهرة رح تتواجد مرة ثانية اللي هي من خمسة احداش ولغاية تسعة عشر اثناش بدك تنتبه ان الفترات اللي بدي اذكرها الان هي الفترات اللي بتكثر فيها المصريف عليك او بصير متطلبات مالية منك اللي هي من تسعة عشر اثناش وحتى نهاية العام وفتر تراجع بلوتو من سبع وعشرين اربعة لغاية ست عشرة هاي فترات بدك تحذر من انك انت تصرف ببذخ او ما تراقب اي امور بتصير عندك على الوضع المالي اما بالنسبة للبيت الثالث اللي هو برج الدلو بيتك الثالث اللي هو هذا من الابراء البيوت القوية لايلك اللي هو بيت السفر القصير التنقلات الاتصالات وسائط النقل اللي استراد والتصدير الدراسات والهوايات الامتحانات علاقتك مع الجيران الشراء والبيع علاقتك مع الاخوة والاخوات والاقارب والمقربين من الاصدقاء طبعا هاد راح يكون هي فرص قوية لكل الامور اللي احنا ذكرناها كان امتحانات او سفر او شراء سيارة او شراء جهاز هاتف او كمبيوتر طبعا هاي الامور كلها بتكون من بداية العام لغاية اربعة عشر خمسة ومن ثمنتاش عشرة لغاية تسعة وعشرين اتناش اقواها بالحضوض اللي ممكن انت يعني يكون فيه اشياء قوية لايلك هي فترة وجود الشمس اللي هي من تسعة وعشر واحد لثمنتاش اثنين وايضا الزهرة اللي راح تعطيك دافع قوي جدا اللي هي من واحد اثنين لغاية خمسة وعشرين اثنين طبعا المشتري بما انه موجود بدله راح يعطيك فرص قوية جدا خلال العام على المستوى الاشياء اللي ذكرناها وخصوصا من بداية العام وحتى اربعة عشر خمسة ومن ثمنتاش عشرة لغاية تسعة وعشرين اتناش ولكن بدك تنتبه انه صحيح المشتري موجود ولكن زحل موجود بالعشرية الاولى فعشان هيك موليد العشرية الاولى بدهم يحذروا لا من بداية العام وحتى ثلاثة وعشرين خمسة ومن احداش عشرة لغاية نهاية العام هاي الفترات ممكن شوي تزيد المصريف فيها او ممكن انه تنضغط ماليا او ما تمشي معك الامور بسهولة برضو الفترات اللي بتراجع فيها عندك المشتري اللي هي من ثمانية وعشرين سبعة لغاية اربعة عشرة لثمنتاش عشرة بتعملك شوية ارباك وبرضو تراجع عطارد اللي رح يصير في الدلو رح يأثر بشكل كبير اللي هو من ثلاثين واحد لغاية واحد وعشرين اثنين اما بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع شوي هو مش قوي جدا لصالحك ولكن برضو بيحمل نوع من انواع المناسبات والافراح يعني هذا بيت البيت اللي هو برج الحوت بيتك الرابع هذا بيت البيت بيت العائلة والعقارات الامور اللي لها علاقة بالمساكن ككل يعني العقارات الطفولة محل الاقامة حياسة الامتعة الامور اللي بتتعلق بالاثاث والتجديد والديكور والحياة العائلة كمان بدل على الاب وبدل على مناسبات او فرحة بتصير داخل البيت افضل الفترات هي راح تكون او اللي رح يتركز عليها الاهتمام بالبيت هي من ثمنتاش اثنين لغاية اربعة اربعة ومن اربعتاش خمسة لغاية عشرين ستة ومن تسعة وعشرين اثناش ولغاية نهاية العب الاقوى واللي رح يتركز عليها هذا الموضوع هي من ثمنتاش اثنين لغاية عشرين ثلاث وأيضا وجود الزهرة اللي ممكن إنها تخليك تشتري عقار أو تنتقل من مسكن لمسكن آخر أو تجديد أو ديكور اللي هي من 25-2 لغاية 21-3 بدك تنتبه برضو إنه المشتري رح يكون في العشرية الأولى بأثر على العشرية الأولى بعطيهم إيجابية هي من 14-5 لغاية 20-6 ومن 29-12 وحتى نهاية العام عندك تحذر من أي خلافات أو صدامات إلاها علاقة بالمنزل هي فترة تراجع المشتري اللي بتيجي من 20-6 لغاية 28-7 أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا البيت الخامس اللي هو الحمل وهذا من أقوى البيوت بالنسبة لك هو إحنا منسميه بيت الحظ لأنه هذا إلو علاقة بالعاطفة إلو علاقة بالحظ إلو علاقة بالمقامرة إلو علاقة بالترفيه والمسرات والأولاد والفن والتجارب الجنسية والذات والرغبات والشهوات المادية والمضاربات المالية فهذا حتى إلو علاقة بالخطوبة أو بارتباط عاطفيا وتطويره من جهة لجهة أخرى يعني أنه بتطورها بالزيادة فعشان هيك بدك تكون مركز على هذا البيت وتواريقه هو رح يتركز عليه الاهتمام من 20-3 لغاية 19-4 أقوى الفرص فيه هي بتيجي من الشمس من 20-3 لغاية 19-4 زي ما حكينا ولكن الزهرة وجودها من 21-3 لغاية 14-4 تعطيك القوة في هذا المكان دك تحذر من الخلافات العاطفية هي من بداية العام لغاية 7-1 وتحديدا 7-1 دك تكون حذر جدا أما بالنسبة للبيت السادس اللي هو الثور أو الثور البيت السادس مش بيت سهل هذا بيت العمل بيت الصحة والخدمات والطعام والحيوانات الأليفة الحاجات اليومية والمسئوليات اليومية والمهام والتغذية والحمية مثلا علم الطب وملحقاته والأمراض العابرة والحوادث اللي يمكن أنه الشخص يتعرض لها فعشان هيك هذا البيت بدك تنتبه وتركز فيه لأنه هذا بيأثر على العمل وبأثر على الصحة بعطي إيجابية وبعطي سلبية قمة التركيز عليها رح تكون من 14-4 لغاية 25 من 19-4 لـ 25 فرص لعمل جديد فرص لأنك أنت تتوظف مثلا أو تترقى بعملك الزهرة بتدعمك بقوة من 14-4 لغاية 9-5 أورانوس رح يعمل مفاجآت يعني مفاجآة تصير إما إيجابية أو سلبية ولكن إحنا بنحكي إيجابيته اللي هي من 14-1 لغاية 20-8 بتعملك مفاجآت على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل ولكن إذا كان عامل زوايا سيئة في فترتها ممكن أنه تكون مفاجأة أنك تخسر عمل إذا ما ركزت فعشان هيك بدك تتابع التوقعات اليومية المريخ بيضغط عليك شوي من 7-1 لغاية 4-3 ممكن يخليك تعصب أو تتوتر أو يعني شوي جهازك العصبية فعشان هيك احذر من العصبية قدر الإمكان وبرضو بدك تنتبه اللي هي فترة خسوف القمر الجزئي اللي رح يصير يوم 19-11 أما بالنسبة للبيت السابع اللي هو برج الجوزاء هذا بيت الشراكة المالية والعاطفية الصعب في هذا الموضوع أنه البيت هذا قوي جدا بعطيك حضور قوية جدا ولكن المشكلة أنه بيسحب من طاقتك لما الكواكب بتكون مقابلك تماما فهذا البيت له علاقة بالشراكة في العمل له علاقة بالشراكة العاطفية اللي هي الزواج السمعة الشخصية الخطبة الزواج الطلاق وتوقيع العقود التجارية والأعداء الظاهرين والعالم الخارجي والقضايا والدعاود القضائي طبعا هنا لما نيجي نحكي إحنا من أربعة خمسة ولغاية واحد وعشرين ستة ومن اثنين وعشرين ستة لأحد عشر سبعة هاي فرص قوية جدا لإيجابيات هذا البيت وخصوصا من عشرين خمسة لواحد وعشرين ستة بتعطيك حضوض ممكن ارتباط أو زواج أو حتى شراكة جديدة بتصير في هذا المجال أو انه تنتصر بقضية معينة أو ترفع قضية على شخص الحضوض في هذا البيت تيجي من تسعة خمسة لغاية اثنين ستة هاي ممكن تحقق شغلات ممتازة أو يصير فيه نوع من أنواع الارتباط أو الزواج بدك تحذر اللي هي فترة تراجع وطارد اللي رح يصير من ثلاثين خمسة لغاية اثنين وعشرين ستة وبرضو المريخ اللي رح يتواجد في هذا البيت من أربعة ثلاثة إلى ثلاثة وعشرين أربعة وكسوف الشمس الحلقي اللي رح يصير يوم عشرة ستة هدولة ممكن يعملوا خلافات أو جدالات بتهاي التواريخ الثلاثة اللي احنا ذكرناها ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أو الزوجة فبتكونوا حذرين من هاي النقاط أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا البيت الثامن اللي هو السرطان هذا بيت يعني شوي هو بيركز على الأمور المالية المشتركة هو بيت الأموال المشتركة أو بيت الموت في أشخاص بسموه لأنه شوي إله علاقة مش بالموت إله علاقة بالغيبيات أو أي شيء أنت ما بتشوفه ما بتلمسه فهو إله علاقة بالتركات إله علاقة بالديون بالضرائب الشؤون المالية المتعلقة بشراكي مثلا صحة أحد الأحبة بتدل على التغيير أو الروحانيات والعالم الآخر الجنس الشهوات والاختفاء فعشان هيك بتركز على الإيجابيات فيه عشان تحتاط من السلبيات برضو هي السلبيات ما راح تكون إلا من المريخ ولكن إيجابياته هي من اثنين ستة لغاية ثمانية وعشرين سبعة ممكن مثلا تأخذ قرض أو تحصل على أموال أو نوع من أنواع الدعم مثلا أو حتى علاج لشيء معين الزهرة بتدعمك بشكل قوي ممكن تحصل أموال كانت معدومة ما بتقدر تحصلها في هذه التواريخ اللي هي من اثنين ستة ل سبعة وعشرين ستة أو ممكن تحل قضية مالية ما بينك ومبين مؤسسة حكومية زي الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للمريخ فهو راح يضغطك في هذا البيت بسلبيته اللي هي من ثلاثة وعشرين أربعة لغاية احدى عشر ستة أما بالنسبة للبيت التاسع وهو من البيت الحليف لا إلك والقوي جدا جدا لا إلك بالحضوض هو بيتك التاسع اللي هو برج الأسد له علاقة بالسفر البعيد له علاقة بالهجرة بالاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو العلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب بالفلسفة بالدين بالمعتقدات الروحية الدراسات الجامعية والاستراد والتصدير والأمور القضائية ولكن هون كأشي بنحكم إلك فيه أو تطلع النتيجة لإلك فيه طبعا هذا الاهتمام راح يكون من سبعة وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين ثمانية والفرص القوية راح تكون ما بين هذين للتاريخين القوة بوجود الشمس بالأسد اللي من اثنين وعشرين سبعة لغاية اثنين وعشرين ثمانية وفرص السفر أو الأمور اللي إلها علاقة بالهجرة أو تقديم الطلبات هي من سبعة وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين سبعة ده تحذر من خلافات وخصوصا على مستوى الامتحانات ما تستعجل يعني ما تتسرع بتقديم الامتحانات انتبه لوثائقك أوراقك أثناء السفر أو الأشياء اللي أنت بتأخذها معك اللي هي من 11 ستة لغاية تسعة وعشرين سبعة أما بالنسبة للبيت العاشر هذا بيت السمعة بيت يعني هذا حساس جدا يعني يا برفعك يا بنزلك يعني بمعنى آخر يا بشهرك يا بشوه سمعتك هذا بيت المركز الاجتماعي والشؤون الحكومية والسياسية وعلاقتنا برؤسانا وزملائنا في العمل والترقيات وإثبات الذات والمشاريع المهمة كما بدل على الأم التواريخ اللي أنا رح أذكرها اللي هي من 22 سبعة لغاية 22 تسعة هي أفضل الفترات اللي أنت ممكن تستغلها لشيء ترقي أو ترفع من مستواك أو نظر زملائك أو رؤسائك إلك في العمل منصب جديد ممكن هاي كل هالأمور تكون بشكل قوي جدا أقواها بالحضوض ودعم لإلك اللي هي من 22 سبعة ولغاية 16 تمانية أصعب الفترات اللي بصير فيها تهديد لا إلك أو مخالفة قوانين أو ممكن أنك تدخل بأشياء مشبوهة أو تعرض حالك لهزة معينة بدك تحضر فيها هي من 29 سبعة لغاية 15 تسعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيت برضو من البيوت اللي يعني نقدر نحكي إنه فيها قوة هي بيتك 11 الميزان هو بيت الرغبات والأماني والآمال والصداقات والنشاطات الاجتماعية والأصدقاء الموثوق فيهم اللي بيغدموا لك نوع من أنواع الدعم والحماية واتباع العواطف المتعلقة والحب العذري طبعا هاي الفترة رح تكون من 16 تمانية لغاية 6 11 هاي فترة قوية جدا بتنشط اجتماعيا وما بينك وبين الأصدقاء وممكن دعم أو حليف من الأصدقاء يدعمك بشيء معين بهاي الفترة أو من خلال مناسبة اجتماعية ممكن تتعرف على شخصية هي اللي تدعمك أو يكون زوج مستقبل أفضلها اللي هي فترة وجود الشمس اللي هي من 22 تسعة لغاية 23 عشرة وأقواها اللي هي فترة وجود الزهرة اللي هي بتيجي من 16 تمانية لغاية عشرة تسعة بدك تحذر من مخالفة الأمور أو خسارة صديق أو اكتشاف أصدقاء ممكن مثلا مش كفو لا إلك بيكون من 27 تسعة لثمنتعش عشرة وممكن خلافات أو يعني شوية مشاحنات ما بينك وما بين بعض الأصدقاء اللي ممكن تيجي من 15 تسعة لثلاثين عشرة وصلنا لآخر بيت اللي هو بيتك 12 بيت المتاعب اللي هو برج العقرب طبعا هذا البيت هو أصعب بيت موجود إيش ما تواجد فيه من كواكب دائما متعبة جدا دائما مرهقة جدا بالنسبة لإلك تسحب من طاقتك وتشارك بنوع من أنواع التعب بتعطل كثير من المسائل ممكن أنه حتى تنخذل من بعض الأشخاص وممكن ما تمشي بعض الأمور لصالحك هي هو بيت المؤسسات الكبيرة والمستشفيات والسجون صلاة العرض للفنون والتقييدات والأسرار هو بيت المتاعب بيت المحل الكبيرة والأمراض الخطيرة والمهلكة والمزمنة بيت السجون والمعتقلات والأعداء الخفيين والوحدة والعزلة وما مقدر على الإنسان منه طبعا أكثر فترة رح تشعر بتعب وإرهاق هي فترة وجود الشمس في هذا البرج اللي هو في العقرب من 23-10 لغاية 22-11 وفترة وجود المريخ اللي هي من 30-10 لغاية 13-12 ولكن الفترة اللي بيكون فيها قوة وحماية لإلك وممكن أنك تتجاوز السلبيات هاي حتى ممكن أنه يحرر معتقل مثلا من سجن أو شخص يطلع من السجن من موليد برج الدلو اللي هي فترة من 10-9 لغاية 17 هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء